انا الدكتور ايهاب نده استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة بمستشفى وادي النيل سيد السادة الزملاء الأفاضل عايز اكلمكم النهاردة على موضوع برضو فيه دي بيت شوية حابتين اللي هو ضعف السماء عند الأطفال والتدخل بزراعة القوقعة لان دي برضو جزء شائك ومش كل الناس عندها المعلومات الكافية عنه دايما لما بيجي لنا طفل بنشك ان هو ما بيسمعش نحاول نسأل عن هل فيه كونسانجوينيتي ولا لا فيه أعرابة بين الأب والأم ولا لا نمرة اثنين هل فيه فاميلي هستري لحاجة زي كده ولا لا نمرة ثلاثة بنسأل الأب والأم يعني هل انتوا لاحظتوا ضعف السماء ده فيه ناس بيبقوا باري ولا ادجوكيتد فبيلاحظوا الحكاية دي من بدري وفيه ناس بتاخد لهم وقت طويل على بل ما يلاحظوا ان الطفل بما بيسمعش بويدن أو بلتنين عامة اذا احنا شكينا ان فيه ضعف السماء الاول نفكر هاو تو بريفنتد تو بريفنتد ان احنا بنعمل نيونيتل سكريننج يعني دايما دي حاجة موجودة في أوروبا وبعض السنترز الكتيرة هنا هو فيه مشروع قاومي لها بالزد اذا بناها هيئة التأمين الصحي بتفكر فيه ان احنا زي ما بنعمل اختبارات الغلد الدرقية لكل طفل بتولد ان احنا برضو لازم نعمل مسح لضعف السماء عشان نبقى مشخصينه من دي وان من الولادة فدي اول حاجة الحاجة الثانية ان احنا بنحاول نوعي جمهور الناس على جواز القرايب وعلى ان احنا نخلي بالنا من ان احنا نركز في موضوع ضعف السماء وانه ادجوكيت البيبل اللي هم مستوى الثقافة الطبية عندهم قليل شوية ان اي سخونية او حرارة في سن الطفولة في اول سنة او اثنين ممكن تهب ملنجيتس وممكن تؤدي الى انها تصيب الطفل بضعف في السماء دي حاجة الحاجة الثانية ان احنا بنبادر ان احنا نعمل حاجة اسمها اي بي ار يعني عايزين نتطمن ان الطفل ده السماء بتاعه اخباره ايه مش هنخسر حاجة طبعا ان لو فحصنا المريض ولقينا فيه مثلا ارتشاح خارف طابلة الوزن اوتايتس ميليا وديفيوجين والكلام البسيط ده امره سهل جدا دوائيا او very minor procedure لو احتاجنا انما it's better always ان احنا نحاول نبص على الابي ار نشوف الطفل ده السماء بتاعه اخباره ايه لو لقينا فيه continuous deterioration في الهيرن على مدار الشهور نبدأ نركز معه نبدأ الاول بالهيرن نعلمه ان هو يستعمل السماء ساعات ده بيبقى كافي لو ادن واحدة او لو الموضوع بسيط لو الموضوع progressive الى ان فقد السماء تماما ولقينا الدد اير عن ناحيتين خلاص يبقى هنا نفكر ان احنا نبدأ نعمل cochlear implant بيتوجه المريض للتأمين الصحي او يشوف الوضع التاعه ايه نعمل اشعة مقطعين نتأكد ان البوني structure of the ear موجود بنعمل MRI نتأكد ان ال soft tissue structure of the inner ear والنرف والcenters موجودين مفيش اي مشكلة مفيش رترو cochlear region مفيش اي سبب خالص يمنعنا عن زراعة القوقعة وبعد كده هو اطمع ال abr بنبدأ ناخد قرار اذا كان ال patient candidate for cochlear implant ولا لا لازم تبقى الكوكليا فيها شوية hair cells لازم عشان خاطر احنا نبدلها ونعمل cochlear implant ويكون النرف intact ويكون موجودة مفيش congenital anomalies تعوق في بعض ال congenital anomalies بتخلي العملية contraindicated وفي بعض ال congenital anomalies بتخلي العملية ممكنة بس تكون عارفين باجهزة معينة نحطها زي one and a half turns والmondini والincomplete partitions والحاجات دي كلها انا مش كان المريض candidate for cochlear implant زي ما قلنا وبنعمل ال investigation زي احنا عملناها دي بنبدأ ان احنا نرفرهم لحد من ال cochlear implant surgeon او ال otologist يعني اللي موجود في التخصص الان في اوزن لان هذه العملية نطرح ان يكون موجودين في جمهورية مصر العربية اللي يقدروا يعملوا هذه العملية كلهم اسادزة افاضل وكلهم ناس شاطرين جدا نوجههم الى اعرف واحد لنا according to geographic distribution وان شاء الله هو يقدر يقوم اذا المريض candidate for this operation بيعمل لهم العملية طيب بعد كده العملية دي is just step في نعالج المريض لان بعد كده لازم في بوست operative period بنتمن ان everything is ok جراحيا بعد كده يبدأ ال rehabilitation ده كانت التخاطب ده كانت التسامعيات it's team work ما هيش one man show هو فريق كامل من radiologist emt surgeon phoeniatricians otologist او audiologist وكلنا في الاخر بنتكاتف عشان نطلع نتيجة مرضية ونرجع الطفل ده ان يمشي في ال main stream education الحمد لله النتائج مبهرة الناس كتير جدا العام لدي نسبة نجاحها عالية جدا 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 واطفال كتير من اللي عمنا عمليون دلوقتي التيم بتاعنا عمليون فوق الالف حالة ما شاء الله واغلبهم بقى دخلوا دخلوا مدارس عادية وبقوا نفس ال age بتاعهم هو نفس ال audiological age بتاعهم شكرا زملائي الافاضل ولو في اي استفسارات او اي حاجة please refer to me مشاو الكاطئ Luca ساعدى المترجم رغم rumors